الخلاصة أنك أنت عندك لعب عبارة عن صراب صراب في النادي اسمه خالد عبد الفتاح أنا سعد بنسى أن قائمة النادي الأهلي فيها لعب اسمه خالد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح اللي عمل تاريخه بطلاط وألقاب ومدليات على اسم النادي الأهلي للمرة التانية على التوالي بيغلط في جمهور النادي الأهلي وفي النادي الأهلي قبل ما نبدأ حلقتنا متعودين دايما نبدأ ونقول اللهم صل واسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب فك الكرب لاختنا ما تنسوهش الدعوة ليهم. خليد عبدالفتاح حسيدي لما ظهر مع احمد شوبير من فترة كبيرة كانت سأل سؤال انت لو سبت النادي لاهلي او ينفع تروح الزمالك تلعب مع الزمالك فقال لك اه عادي العب في الزمالك ما عنديش مشكلة. يعني كل لعب في الدنيا ايا كان الفريق اللي هو بيلعب لي دايما بيباريضه رده سياسي شوية بيعمل حساب الجمهور بيعمل حساب الناس اللي بتهتف باسمه في المدرجات. فبيرد رد شوية مش بيستفزي في الجمهور. حتى لو دي نيتك. حتى لو انت زمالكاوي. وانا شاكك انك انت زمالكاوي. ومش فارق معايا. مش فارق معايا انك انت تمشي تقعد تتكلم انت ما تفرقنيش. انت بالنسبة للنادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. انت بالنسبة لي مش موجود. انا مش شايفك. انا بس على الموقف بتاعك النهاردة اللي حصل. وحصل قبلي قبل كده موقف مع كابتنا احمد شبير انت ما ينفعش تكون موجود في النادي الاهلي انت ما ينفعش تطلح في لقطات مع لعبة ونجوم النادي الاهلي وتتصور معهم جنب الالقاب القرية والالقاب العالمية والانتركونتينتل وكاس العالم للاندية والدنيا اللي داخل عليها النادي الاهلي انت خدت القاب وعملت تاريخ واسمها تحط تحت اسمك كده وانت ولا حاجة انت ولا حاجة من غير النادي الاهلي انت خالد عبدالفتاح بس مجرد صراب في النادي تطلع النهاردة وتستفز الجماهير وتتصور مع لاعب قدام الملايين وفي التلفزيون اهان جمهور الاهلي اهاني واهانك واهان دا واهان دا وطلع انت بكل برود هابي بيرث دا يا مرة وعن مش عارف اخدها بحسن نية انك انت بتتعامل عادي وعدت عادي لانك انت عارف وفاهم اللعب دا عملي اللعب دا لو عمل مثلا فاول او ضرب حرة في مباراة كانت قصية شوية مع احد اللعب النادي الاهلي ممكن نقول عادي لو اللعب دا كان قل تصريح شوية كده نقول ماشي لكن دا لاعب بالفم المليان اللفظ لنا ولا انت ولا احد ينفع يقوله وبسبب اللي انت عملته دا نادي الاستثمار الرياضي في مصر منزل بوست عظيم حضرت فيه صورة مراوان حمدي وكاتب لك ملوك الكورة شغل كده النساء شغال الله ينور ادارات محتاجة تبدأ تعلم الادارة من بداية من الكيجي الاهلي اللي عقب حسين الشحات الاهلي اللي مسترناش عقوبة كهربا والاندية فرحانة بلعابتها الزمال الجايب تلاتة من الامارات في كارسة عاملينها هناك وعادي بيدرابه تعظيم سلام للجماهير وبرامتز بينزل صورة اللاعب بتاعه اللي قال لفظ بازيء قدام الملايين وبيقولك ملوك الكورة بسبب اللاعب في النادي الاهلي اسما وفعلا محدش شايفه ولا حد فاكره والغريب في الامر ان انا بلاقي جمهور من النادي الاهلي بيقولك يا جدعان عادي ده صحابه وبتاعه اصحاب ايه يا ابني اصحاب ايه يا ابني هو انا بقولك ده ده التصريح ده الراجل قدام الملايين على كل جماهير النادي الاهلي وانت بدون اي اعتبار للجماهير منزل البوست ولا في دماغك وبعد كده اعتذار وعفو عفو ايه يا حبيبي العفو دي لما شوفك مثلا معادي ومرهان حمدي قاعد على الرصيف بيشحط بطولة هو والنادي بتاعه فانت تقوله سلام عليكم اه ما عليش السلام اتعود اقول سلام عليكم وده عفو لكن انت قاعد تدور على صورة في الموبايل بتاعك ليك انت ومرهان وتكتب البوست وتحط الايموجي على الصورة عفو ايه يا حبيبي عفو ايه يا بابا انت ما عملتش كده اللي بعد ما كابت المحمد رمضان شدك الشدة الصح والغرامة الصح ومش عايز اشوفك في النادي الاهلي تاني اتمنى ما شوفش الوقت ده في النادي الاهلي تاني والنادي الاهلي ياخد خطوات لمعاقبة مرهان حمدي وياخد خطوات جدية ايا كانت الخطوات دي ايه النادي الاهلي ما يسكتش احنا لا عندنا لجنة انضباط ولا عندنا اتحاد كورة بيعاقب حد شغلين بس الكهرباء وللشحات وللنادي الاهلي لكن عند الزمالك وعند البيرامدز وعند الفرق دي مفيش حد كله كله في الدرج ارمي ارمي وانت كادارة كادارة النادي الاهلي مسؤولة قدامي ان حق جماهير النادي الاهلي ده فرقبتك فرقبتك يا كابتن محمود يا خطيب فرقبت الادارة كلها لان الجمهور ده هو رقم واحد اللي صالح سليم قال ان النادي الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم جماهيره اتمنى النادي الاهلي يكون عنده موقف قوي جدا مع اسمه مروان حمدي ومع اللاعب الصراب خالد عبد الفتاح النادي الاهلي يستحق دايما اللي فيه يكونوا يستحقوه ويستحقوا التشيرت بتاعه وتصبحها على خير السلام عليكم